السلام عليكم اخوان شونكم حبايب شون صحتكم اخباركم شون اموركم شون اموركم زين ان شاء الله طيبين والله اخوان حبيت انشر لكم هذا الفيديو اراويكم الفرخات طبعا قلت لكم الفرخات من هنا صغار ما تبين هسنا رح نشوف شون طلع عندنا فرخات والله قلت لكم اليان اصل الطيور هي يعني ما جاء الطير من بره هي اصل الطيور جون جوازي فيرجع على ابوه يعني الفرخ يطلع حمر بس من الزوجة يرجع على ابوه وشغلة ثانية بدت قلت لكم هاي اول زق مالتها فبدت الطوائر الطورد الفحل الطورد بعد الفرخ صغير فقموا تشوي لان ما كموا حتى لا تروح تبنيه بغير مكان لان اذا بنت العش بغير مكان اخوان اذا بنت العش بغير مكان رح تروح تنام هناك قلت لكم الفحل يروح ينام هناك يلحقها فما رح يضل طيور يعني تزق الفرخ رح يبقى الفرخ ضعيف الفحل مياكل يروح هناك على البيض الطيرة على البيض تكون بعيدة بس من تكونوا بحلتها تصير يعني اسهل الشغلة فش سويت ذبيت الافراخ بالعيش سويت لهم عيش ثاني وجبت الطاسة خليتها لي قدام اول شي يعني باعوا هاي الحلات جاي تشوفون هاي الخانات شون سويتها رتبت بيها هذي الحلات يعني الطوس حتى تبيض هناك هس تشوفون بالفيديو قسم بيضت قسم يعني الافراخ صغار بعدها بس بيضت رغم هذا اول رح تبيض هناك من تصير قريبة الفحل يزق يصعد يزق يحنع البيض ينام على البيض تصعد طير الزق ترجع تنام على البيض فيصير قريب شون الخانة المعزولة ما لطيور اللي بالابراج يعني اللي بالخانات المعزولة وزق الخانات رح يصير نفس الطريقة تقريبا زين شوفوا الافراخ هاي الافراخ رح تشوفون الافراخ قسم كبير منها طلع جوازي وقسم طلع بدرنقات يعني طلع عندي ما لايقل عن ستة او ثمان بدرنقات وجوازي ستة او ثمانية من مجموع اربع عشر من وجوع واحد ثلاثين زوج فيعني نسبة مو قليلة بس انا قلت لكم انا الجوزي احبه والبدرنق احبه ما اكرهه يعني احبه يعني اذا طلع عندي وجبة بدرنقات بعد ما احير اطبق احمر على بدرنق وبدرنق اجيب الاطوائر لبدرنق اذا بقى لفح الحمر اذا بقى لفح السمر تزوج هي اجيب لفح البدرنقات اذا بقى لحمر سمر عندي يزوجون حتى لا يتعبوني حتى لا يتعبوني بس بالوقت نفس الشرين راح اصوي انتو تفرجونا الساعة الفيديو تفرجوا على الفيديو شوفوا شوفوا اللي دايصير انا دا احتي ودا اصور لكم الفيديو اللي دايصير انه انا ما اهتم للبدرنقات قلت لكم ولا اهتم للصفر احبهم زيان فلذلك هذي الطيور انا ما متعاجز منه بس لو كان اكو هنا طيور يعني واحد مثلا عنده حمر تتبادل ويا تنطي مثلا رسك اللي هو جوزيات جوزيات هو يكون ما عنده جوزيات وتاخذ رسل اللي هو حمر يعني ايتي شي بس باعه لفراخ كلها حلوة صح جوزيات بس شوفوا الجوزيات اشقت حلوة وطلع عندي صفر اللي ان قلت لكم الاصل اصفر طلع عندي صفر زيان فرحي طلع عندي صفر ورحي طلع عندي شكريات يمكن يطلع عندي زوج شكريات شوفوها بالفيديو هسا دا احتي واصور الفيديو انتو شوفوه بالفيديو وهذا بعد راح تعرفون الشكريات طبعا تطلع كلش حلوة هاي الطير البيضة الحلة ما لها رقم اربعة ثمانية تسعة عشرة ادعش واثنعاش هذول الشكريات بس صارت قطعة بيضة جبنها بيض حلوة الشكرية حلوة زيان واني حب الشكر يعني الشكر يطير حلو وطلعين كحكلات فماكو مشكلة اللي راح نسوي شنو مستقبلا سواحد يسأل يقول زيان اش راح تسوي انت مستقبلا اذا هاي طيور طلعت عندك شيء مستقبلا اني عندي مسجلة الطير والفحال افراخها مسجلة الوجبة الثانية اش راح اسوي راح اغير راح اقلب مثلا هاي الطيورة شقرة على فحل اسمر راح اجيب لطيورة سامرة حتينا به هذي الشغلة ما الافراخ ما الالوان فما راح يعني ما راح نخسر شيء زيان شغلة ثانية شوف اش قد الفرخ والفحل يطورد يعني الفحل ما يصير يطورد بهالعمر الطورات يصير الفرخ شبير يقعد وكل ريش يلا يطورد عليها تبيض مارتلا هذول عندنا فراخ بعدهم لحم طورد عليها صارت ويانة العام اذا تذكرون شوفوا الفيديوهات ما العام صارت ويانة فقموا تشلد قسم طوائر شفتها يعني حتى الطيورة مو جاهزة حتى ترجع الزوق الطيورة مو جاهزة حتى ترجع الزوق لا الطيورة بعدها شوفوا شوفوا بالقاع شوفوا بالقاع شون يتقامطوا اياها طبعا يتقامطوا اياها لو زواجل ما يخلوها بس الحمر ذول الزينين هاي سفل بهم يتقامط يشد البيض حتى يشد البيض فيتقامط الحمد لله يعني شي زيان ماشي فتفرجوا باعث تفرجوا واحد شي لكم شوف اخوان هسا جاي تشوفو اللي جوة اكو هاي قاعية بها قشل يندبين العش هناك فتيجي شتسوي تسهل امرها قمت شتسوي بليل اجي اول مرة اشيل العش اللي سواته جوة جوة حلتها تنام جوة يعني تعوف الحلة تنام جوة فلشته فرشته كله من فرشته الاتراب كله مرت اللاخ مثل الاتراب يصير فرشته كله الاتراب مرت اللاخ قمت جبت العش خليت لها بالحلة مثل ما شفت شنو وريتكم وشنو تسويت نيامتها بالليل عجي بالليل انايمها بمكانها حتى تنام بمكانها تعلمت بعد نادر من نادر واحدة تصير راسها براس القندرة اللي ترجع على مكانها يعني ما كو يقول لك دماغ وقزمة قديمة فاكو اكو طواير هيك بس الحمد لله يعني ما وجهت لك شيء الطيور الحلوة اللي تزق حلوات بقيتهم الطيور اللي شفت فرخاتهم طلعت ما مقتنع بيها فردت لطواير شوف البدرنقة فردتها هناك وهم صحتها موالقد قلت لكم الزاق يتعب خاصة اذا زق اول مرة هذولا كلهم زقوا اول مرة يعني عندي طواير زقت اول مرة فهذولا بعدهم يعني مثل اللي اقول لك يخوفون زياد